مشاف تغص بمرضى كورونا ووضع اقتصادي مترد في مناطق سيطرة النظام كشفت عنه صحيفة العرب الجديد في تقرير حول آخر ما آلت إليه مستجدات الفيروس الذي اجتاح سوريا قبل أشهر طويلة الصحيفة قالت إن المشاف الحكومية في العاصمة دمشق انتلأت بمصابي الفيروس في مقابل مشاف خاصة تستقبل الأغنياء المستعدين لدفع مبالغ طائلة قد لا يتحملها معظم السوريين هذه الآوينة كما نقلت الصحيفة عن مصدر طبي في دمشق ثمت نقصا في عدد مساحات الكشف عن فيروس كورونا وعزوف المرضى عن مراجعة المستشفيات بسبب ازدحامها مشيرة إلى غياب الموثوقية عن الإحصائيات التي تصدرها وزارة الصحة التابعة للنظام بسبب النقص الحاصل في المساحات أولا وعدم شمول المصابين والمتوفين ممن لا يراجعون المراكز الحكومية ثانيا بدوره قال عضو الفريق الاستشاري لمكافحة كورونا في مناطق سيطرة نظام نبوغ العوى إن الفترة الحالية تشهد هجوما شارسا للفيروسات التنفسية والخلط بينها وبين كوفيد مشددا على خطورة الأمر وتعلقه بالأطفال والخدج كما عبرت الطبيبة في مشفى الأطفال الجماعي بدمجق سوسا علي في حديث إذاعي عن قلقها استمرار تدفق المصابين بالفيروس والأمراض التنفسية لافتة إلى أن المشفى الذي تعمل به بات يخصص أقسام أخرى لمعالجة مرضى كوفيد-19 مع الضغط الكبير الحاصل على المشافي مؤخرا فإلى أين تتجه الأوضاع الصحية في مناطق سيطرة النظام وكيف سيكون الحال خلال فصل الشتاء ومع تصاعد فيروس كورونا وانتشاره يوما بعدهم